بصراحة كلام راشد فيه روح يعني شو فيه إذا غيرت لك أوي قلبك أبو راشد لك مو قضية أوي قلبي ولا ما أوي قلبي نحن طوال عمرنا معودي يا منشخص باللهجة المصرية يا بالفصحة وهذا عرف أو إذا كان خلينا نكسر المألوف أو اللي خلق المخليق مونا عيني أن يشخص باللسان الشام أي ما فيه أشي لا في لي فيه أشي هيك بتكون كثرت التقاليد أبو راشد حابب يأسس للتقاليد الفنية مشان هيك ما بدي يغير شي يا عيني علي هلا إحنا خلينا نشتغيل ونسبت تقاليدنا بعدين ما نغير شي إنه معلومكم إذا الفن ما فيه تقاليد ما بيتطور إيه لا يا دادة الفن سموه فن لأنه ما بيتطور غير إذا كسر العادات والضوابط هاي لهيك سموه فن يعني تفنن إبداع ابتكار من القلب والأعل وخروج عن المألوف بس رح قل لك شغلة إذا أنت حابب تلتزم بالضوابط والتقاليد ترجمة نانسي قنقر